تحياتي النهاردة أكلمكم عن قرقوش والي مصر الذي عينه سيده صلاح الدين الأيوبي ليؤد به المصريين الكارهين لحكمه للأسف الكسرون لا يعرفون هذه المعلومة أن المصريين لم يكن يطيقون حكم صلاح الدين لهم وهذا مسبت تاريخيا ولكن للأسف نحن نستقي معلوماتنا من الأفلام والمسلسلات التلفزينية التاريخية التي لا تمس للحقيقة بصلاح ودي مشكلة كبرى أنك أنت تستقي معلوماتك من فيلم أو مسلسل يعني شيء فعلا محزن جدا ولذلك تم مهاجمة الدكتور يوسف زيدان عندما قال لهم الحقيقة وأعلن أن صلاح الدين الأيوبي أحقر شخصية في التاريخ الإنساني وأنا كنت عملت حلقة كاملة عن حقيقة صلاح الدين الأيوبي ممكن ترجعوا لها وجبت كل الأسانيد والمراجع التاريخية اللي تؤكد أن صلاح الدين الأيوبي كان يعني فعلا أحقر شخصية في التاريخ يعني أنا بحثت فعلا ووجدت أن دكتور يوسف زيدان كان محاق المهم يعني اللي عايز يشوف الحلقة الحلقة موجودة عندي في القناة النهاردة هكلمكم عن من هو قرقوش هذا الحاكم الظالم اللي عينه صلاح الدين الأيوبي اللي يعزب به المصريين وأحكامه الأغرب من الخيال على فكرة في ناس كتير كانت بتعتقد أن قرقوش هذا شخصية خيالية أو من وحي الخيال وليس لها وجود على أرض الواقع طبعا ده بسبب أحكامه اللي كانت أغرب من الخيال لأن هذه الأحكام لم يكن يصدقها أحد فلذلك كانوا يعتقدون أنه فعلا شخصية خيالية لكن طبعا لا هو طبعا هو الوالد اللي عينه صلاح الدين الأيوبي على مصر المهم قرقوش ده شخصية حقيقية اسمه بهاء الدين قرقوش بدأ حياته كعبد ومعنى اسمه قرة قوش وتعني بالتركية النسر الأسود بالرغم أنه لم يكن أسود الوجه واختلف المؤرخين حول أصله فالبعض قال أنه من شرق أوروبا والبعض الآخر قال أنه أصوله تركية لكن المؤكد عنه أنه كان مملوك مخصي أبيض البشرة طبعا في تلك الحقبة الزمنية كانوا يجلبون بعض من المماليك الذين يتم خصيهم حيث كانت توكل لهم بعض الأعمال الخاصة طبعا يعني ده مش موضوعنا النهاردة لكن كان بيتم خصيهم يعني لأجل حماية الأميرات يعني طبعا هي فترة طبعا من التاريخ الأسود أن يتم خصي إنسان يعني لكي يحمي بعض الأميرات هي ده فترة حكم المماليك وفترة الحكم الأيوبي يعني مملكة الأيوبية المهم أنا ممكن أعملكم حلقة عن الموضوع ده المخصيين هتبقى حلقة شيقة ممكن أعملكم الحلقة دي المهم زكر لنا الكاتب الكبير عبداللطيف حمزة في كتابه الفشوش في حكم قرقوش إنه نجم لمع أثناء خدمة سيده أسد الدين شركوة لأنه كان بارع في فنون القتال فعطقه وأعطاه حرياته وجعله من رجاله المقربين جدا لولاءه الكبير وإخلاصه له وحمل قرقوش لقب هاء الدين وسمى نفسه قرقوش ابن عبدالله الأسدي وابن عبدالله ده نوع من أنواع التورية أي ابن عبد من عباد الله لأنه لم يكن يعرف له أب أما الأسدي فده نسبة لسيده أسد الدين شركوة قرقوش صاحب سيده أسد الدين شركوة في كل حملاته على مصر وأظهر فيها بلاء حسن وشجاعة من قطعة النظير فزادت حزوته عند سيده أكثر فأكثر ولكن فجأة مات سيده أسد الدين شركوة فأصبح قرقوش في طاعة وخدمة سيده الجديد صلاح الدين الأيوبي وأظهر لسيده الجديد كل الولاء والطاعة لذلك أرسله صلاح الدين الأيوبي لإدارة شؤون مصر وكلفه ببناء قلعة الجبل اللي هي طبعا المعروفة النهاردة بقلعة صلاح الدين في القاهرة ومن هنا بدأت شهرة قرقوش وبدأنا نسمع مقول الدوة لحكم قرقوش وذلك عندما استقوى قرقوش على المصريين وصخرهم للعمل في ظروف قاسية جدا وبمقابل زهيد جدا من المال وجعلهم يقومون بتغطيع حجارة الأهرام الصغيرة اللي كانت منتشرة بالطبع بكسرة بالقرب من الأهرامات السلاس وطبعا دي كان لها طبعا قيمة تاريخية للأسف طبعا تم تدميرها في عهد صلاح الدين الأيوبي طبعا دمرها لبناء القلعة ودي كانت من أسباب كراهية المصريين لقرقوش ولصلاح الدين الأيوبي في نفس الوقت الذي أرسله لهم لتأديبهم حيث كانت معاملة قرقوش للمصريين في منتهى السوق والقسوة ده غير أحكامه الأغرب من الخيال يعني أهديكم بعض الأمثلة من الأحكام اللي كان بيجريها على المصريين فعلى سبيل المثال أحد جنود قرقوش في يوم من الأيام ضرب زوجة فلاح بسيط وهذه السيدة كانت حاملة في شهرها السابع فمات الجنين في بطنها فذهب هذا الفلاح ليتظلم عند قرقوش فحكمه الحقيقة كان في قمة الغرابة والخباء في نفس الوقت حكم على هذا الفلاح المسكين أن يعطي زوجته لهذا الجندي ليصرف عليها لمدة سبع شهور وأن يرجعها له وهي حامل في شهرها السابع فطبعا الفلاح المسكين أخذ زوجته وهرب بعد أن سمع هذا الحكم العجيب قائلا أجر على الله ومن ضمن أحكامه الشازة أيضا عندما قام رجل من عامة الشعب بشكوى تاجر اقترض منه مبلغ من المال ولكن هذا التاجر لم يرجع هذا المبلغ له مرة أخرى فطلب قرقوش بإحضار التاجر ليعرف لماذا لم يرد الدين اللي عليه لهذا الرجل فقال له التاجر أنه كل مرة يذهب لدفع الدين لا يجد الرجل صاحب هذا الدين فتخيلوا حكم بإيه يعني حكم يعني أخبى من الغباء قرقوش حكم على الرجل صاحب الدين بالسجن حتى يعرف التاجر مكانه وبذلك يستطيع أن يسترد نقوده فبالطبع هرب الرجل المسكين وقال أيضا أجر على الله مش عايز فلوسي طبعا أحكام غريبة جدا يعني هو كان يعني شوية يعني ممكن نقول كان معاق ذهنية في أحكام أخرى كثيرة كتبت عن قرقوش يعني اللي حتى يومنا هذا تجد لما حاكم بيحكم حكم غريب تقول ده ولا حكم قرقوش الحكم استمر لغاية يومنا هذا ده دليل على أنه هو كان فعلا شخصية هسترية شخصية تحكم أحكام غريبة جدا طالما المثال الشعب ده باقي حتى يومنا هذا فهذا يؤكد استقوائه على المصريين فهما كانوا يكرهونه لأن لو كان العكس كان طبعا هذا المثال المصري كان اندصر طالما المثال باقي حتى يومنا هذا فهو يؤكد على صحة هذه الأحداث طبعا في أحكام أخرى كثيرة أغرب من الخيال له ولكن سأكتفي بهذين المثالين ومن ضمن أحكام قرقوش الظالمة أيضا أنه نفذ حكم الإعدام في العالم الصوفي الكبير شهاب الدين السهرواندي بأوامر بالطبع من صلاح الدين الأيوبي وقتلوا بالموت جوعا داخل منزله يعني أمر بأن يبنى حائط مكان الباب المنزل ومات بداخله يعني جعل من منزل هذا العالم الصوفي الكبير مقبرة له وهذا يؤكد على أنه إنسان مختل عقليا للأسف الشديد بالرغم من كل كوارسه ومصائبه وأحكامه الظالمة فهناك البعض يعتبر هذا الحاكم المدعى القرقوش حاكم عظيم وعادل ويبررون له أفعاله حتى تعذيبه للمصريين واستقواعه عليهم يعني فعلا هناك عقليات غريبة فأوطاننا تدافع عن شخصيات غريبة حتى عندما توفى صلاح الدين زل قرقوش مع ابنه العزيز ثم كان وصيا على عرش المنصور إلى أن أعفاه الملك العادل أخو صلاح الدين وألزمه بيته حتى وفاته 1201 ميلادية اللي عايز يعرف أكتر عن قرقوش وأحكامه الأغرب من الخيال أنا أقترح عليه أنه يقرأ كتاب الأسعد ابن مماتي وزير مالية صلاح الدين الأيوبي ده عمل كتاب اسمه الفاشوش في حكم قرقوش اسم الكتاب الفاشوش في حكم قرقوش هذا الكتاب يوضح فيه مدى استقواء قرقوش وظلمه للمصريين بل أنه قام الأسعد ابن مماتي بإرسال نسخة من كتابه هذا لصلاح الدين الأيوبي عسى أن ينقذ المصريين من حكم هذا الظالم المدعو قرقوش لأنه كان حكمه فعلا غاشم وأرجع أقول لكم أكبر دليل على أن فترة حكم قرقوش كانت فترة صعبة جدا على المصريين هو أن المثل الشعب المشهور دا ولا حكم قرقوش باقي حتى يومنا هذا وهذا يؤكد أنه كان حاكم ظالم وجائر وبقاء المثل طبعا لغاية عصرنا يرد على كل من يدعي على أن قرقوش كان حاكم عظيم وعادل ودي كانت حلقتنا النهاردة أتمنى أنها تكون نالت إعجابكم وأحب أسمع قراءكم في شخصية قرقوش وسيده صلاح الدين الأيوبي وأتمنى أن الحلقة تكون نالت إعجابكم وإلى اللقاء في معلومة تاريخية جديدة وطبع مساءكم